أيها الأصدقاء من أهم الآداب الذي ينبغي لنا مراعاتها واشتناب النظري في بيت الغير بدون إذنه فعن سيدنا أنس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فاطلع عليه رجل فأهوى إليه بمشقص أي أومى إليه بسهم عريض النصر فتأخر الرجل لقد تعلمنا من هذا الحديث أيها الأصدقاء أهمية حفظ النظر وغض البصر عما حرمه الله تعالى حتى لا يقع نظرنا إلى عيوب بيت الآخرين وهكذا ينبغي لنا أن نقضى بصارنا عند زيارة أقاربنا وأحبابنا وعند دخوله إلى بيت الآخرين صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم